دون زوجة أو حبيبها كذا يفضل بعض الرجال أن يقضوا حياتهم وهؤلاء اليوم في تزايد كما تؤكد دراسة حديثة في علم النفس حيث أشارت دراسة جديدة صادرة عن مركز بو ريسيرج للأبحاث أن الرجال لاسيما في الولايات المتحدة أصبحوا أكثر أرضى من النساء لأن يكونوا دون زواج عالم النفس كريك ماتوس المشرف على الدراسة أرجع الأمر إلى تضاء الفرص المواعدة للرجال وتعقيدات معايير العلاقات وشيرا إلى اتساع الفجوة في مهارات العلاقات الإنسانية يؤثر سلبا على جدية اختيار الزوجة ماتوس نصح الرجال بتحسين مستوى الصحة العقلية لديهم لمعالجة الفجوة في المهارات الاجتماعية فضلا عن ضرورة الاقتناع أن العلاقة العاطفية أمر يستحق الوقت والجهد من الرجال لو رجع بها الزمن الجوة الثانية الزمن اللي احنا فيه دا عايز تعيش لوحدك عشان مش تعرف تصرف على الناس اللي معك كلها الجواز بيسون الشابة عن حاجات كتيرة جدا وبيحفظهم ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا ديت على قيمة على الزواج مش ممكن هنتعمر أو يتعمر الأرض إلا بالزباد والله لو رجع بيها الزمن اللي ورا ما عملهيش بصراحة ما غلطش الغلطة دي هل عامل العزلة وقضاء وقت كبير في العالم الافتراضي أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون السبب في حدم انتخاذ قراراً بالارتباط أو الزواج؟ لا أبداً العزلة موجودة منذ فجر التاريخ يعني ما لها علاقة ولكن احنا نتكلم عن ثلاث أسباب لا تندرج تحت بند الرأي ولا وجهة النظر ولا شيء في الدرج تحت مدى المنطقة اللي تشوفونا هموا أنا أرجع لثلاث أسباب أولى هو الخوف من الفشل خاصة من جانب الرجل لأن الفشل للزواج راح يرجع عليه أهوام مضاعف على عكس المراحل طب من أهم المشاكل اللي أشارت إليها الدراسة واللي سطرت عليها الدراسة هي يعني انخفاض فرص التوافق بين الجنسين على الأقل منذ البداية ما رأيك بذلك؟ هل بالفعل هناك مشكلة في التوافق تؤدي إلى عدم الزواج لاحق؟ أمي بالأمي أنا توني الحين قبل يومين منزل الفيديو عن هذا الأمر أدبت أمسي أن التوافق لما قلت أن الزواج ليس له علاقة بالحب لكن ليس له علاقة بالتوافق الفكري والاجتماعي والماتي وهذا التوافق هو الذي يخلق علاقة زوجية حتى الحب ما يخلقها مثل ما يخلق التوافق ترجمة نانسي قنقر